مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديد من المحترف في الدور المصر حقيقة النهاردة حلقتنا بإذن الله هتكون منصبة ومركزين بشكل كامل على طبعا نادينا العظيم النادي الأهلي اللي هيقابل إن شاء الله بكرة نادي يانج أفريكانز في الجولة التانية من دور المجموعات في التشاملز ليج الأفريق الحقيقة الفترة اللي فاتت كالعادة كعادة النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي النادي الأهلي مضغوط بشكل كبير جدا في عدد المباريات النادي الأهلي في زل المباريات الكثيرة الحقيقة اللي بيقوم بيها سواء على المستوى المحلي في بطولة الدوري أو على مستوى الأفريقي في دوري الأبطال هي بكرة مباراة مهمة جدا جدا هي مباراة بكرة مهمة ليه؟ لأن على صعيد الفرق الموجودة بعد الفوز طبعا على ميدياما الغاني 3-0 أعتقد مباراة يانجي أفريكنز الحقيقة مباراة بإذن الله بإذن الله الفوز فيها تقريبا تقريبا 70-80% رغم لسه المشوار طويل بيأهلك للدور القادم لكن فريق يانجي أفريكنز فريق قوي جدا وخلينا نقول ما يغرقش النتيجة الأولى مع فريق شباب بوليزداد اللي اضغلب فيه 3-0 اللي تابع المباراة كان فريق يانجي أفريكنز الحقيقة متسايد المباراة بشكل كبير جدا ويمكن التلات أهداف اللي أحرازهم شباب بوليزداد الحقيقة كانوا من كونتر أتاك يعني كلها هجمات مرتدة فريق يانجي أفريكنز فريق قوي عنده لعيبة مميزة عنده لعيبة حتى على المستوى الدولي موجودين على سبيل المثال في بوركينا فاسو في ساحل العاج كلهم على مستوات عالية وعدد كبير جدا منهم بيلعب على مستوى المنتخب التنزين الحقيقة عملية ضغط المباراة عملية صعبة وعملية مرهقة جدا يمكن مارسل كولر خلال المؤتمر اللي فات بعد المباراة سموحة قال أنه حتى ما عندوش الوقت ورفاهية أنه حتى يبقى فيه عملية للتدريب على شيء ما أو حتى الكوار السابتة ما عندوش وقت الحياة الراجل وما بين كل مباراة ومباراة 48 ساعة ما بينها كمان رحلات صفر شقة جدا عايزين نقول دي يعني ده قدر النادي الأهل الحقيقة ودايما رغم كل الظروف الصعبة دي كل جماهرين النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي اللعيبة كل الناس عارفة أن لا سبيل إلا على الفوز والبطولات كمان مع الأداء الجيد يمكن في أسبوع اللي فات أسبوع واحد الأهلي لعب من السابت للسابت اللي عاب تلات مباريات منها مباراة ما بقول لحضراتكم هتبقى خارج أرضه صفر طويل مشقة كبيرة جدا بيعاني منها الفريق بعد ما لعب فريق ميديامة الغاني في أول جولة والفوز 3-0 رجعنا لعبنا سموحة وتعادلنا يوم الثلاث في الدوري كمان بكرة يمكن هيكون مباراة قوية جدا بعد سفر نهاردة يعني يمكن باستنا فرقة النادي الأهلي سفر مبارح إلى تنزانيا العملية مرهقة جدا ولكن كل ديت احنا ما بنحطش يعني أعظار الحقيقة للفريق ولكن احنا بنوضح الصورة بشكل بشكل كبير في عملية إرهاق واضحة في عملية إصابات موجودة بقدر الإمكان ان شاء الله بإذن الله زينا وانا متوقع مباراة صعبة بكرة النادي الأهلي يعني كلنا ثقة في النادي الأهلي لكن ينجي أفريقانس حقيقة من الفرق القوية جدا خلال 3-4 سنين اللي فاتوا بيؤدي بشكل أكثر من رائع وصيف الكنفدرالية في النسخة الماضية قدام حضراتكم يعني صور من يعني مغادرة بعستنا طبعا ده كان امبارح تجهت بعستنا بطيارة خاصة من القاهرة إلى تنزانيا والحقيقة زي ما بقول لحضراتكم الكل مستعد بعد طبعا كان فيه تدريبات مبارح صباحا في النادي الأهلي بعدها توجه اللعبين كلهم إلى مطار القاهرة واستقلوا الطائرة إلى تنزانيا والكل مستعد يمكن الفترة اللي فاتت فيه ضغوط يعني أكيد فيه ضغوط ولكن انت كلعب النادي الأهلي أو مسؤول في النادي الأهلي لازم طبيعا أنت متعود على هذه الضغوط ضغوط كبيرة جدا على مستوى المبارحات المضغوطة من جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي دايما بتحب تشوف فرقتها في أحسن مستوى وأحسن أداة وأحسن نتيجة ضغوط من الموسم الماضي الموسم الاستثنائي لله اللي حقق فيه خمس بطولات ده أكيد حط ضغوط على الجهاز الفني واللعيبة تكرار تكرار البطولات وده يعني مش بعيد على فرقتنا الحية الفريق هيتمرن تمرينة أواح خلاص اتمرن تمرينة واحدة في تنزانيا ويركز فيها المدير الفني كولر على شرح خطة المباراة نقاط الضعف والقوة يمكن فيه فريق يانج أفريكانز وأهم أهم اللاعبين ومفاتيح لعبهم ده حضرانكوا شايفين ده التدريب اللي يمكن كان من ساعات قليلة وده كان موجود هناك في تنزانيا وهي تدريبة واحدة وبكرة إن شاء الله المباراة عمتا التدريب قبل المباراة بليلة ما بيكونش تدريب قوي يعني بيكون طبعا بجسة أرضية الملعب بيشوف بعض الجمل التكتيكية يمكن اللي هيتعامل معها بكرة إن شاء الله فريقنا بيعمل زي يعني الريتوتش الأخير أو اللمسات الأخيرة للاستعداد للمباراة ما يكونش فيها مجهود بانا كبير حقيقة كل اللعيبة مركزة وده مهم جدا جدا ويمكن عايز أقول لحضراتكم يمكن تعادل المباراة في الدوري المباراة اللي فاتوا وأخيرا تعادل مع سموحة الحقيقة لازم اللعيبة يعني تفوق وأنا شايف إن شاء الله بإذن الله حتى خلال متابعتي في تمرين النادي الأهلي فيه تركيز كبير جدا جدا لأن المباراة دية الحقيقة هتديك طموحات وهتديك أمال كثيرة جدا وهتديك ثقة في اللي جاي اللي جاي كمان عندك مباراة صعبة على مستوى الدوري على مستوى استعداد لكس العالم للأندية الحقيقة كل دية تحديات كثيرة بيمر بيها فرقتنا النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بكرة تكون مباراة على مستوى النادي الأهلي على مستوى أداء النادي الأهلي اللي احنا نعرفه آه فيه تزبزب في الأداء شوية في مباريات الدوري وارد جدا في قرط القدم ولسه عندنا المشوار طويل نادي الأهلي لسه عنده مباراة مؤجلة في الدوري إن شاء الله يفوز بالمباراة يبقى على قمة الدوري وده اللي يتمح فيه اللاعبين والجهاز الفني وكل جماهير النادي الأهلي طبيعة الدور المصر النادي الأهلي يكون متصدر جدول البطول على المستوى الأفريقي الشكل مختلف شوية التحديات مختلفة شوية الفرق على مستوى الفني بتكون مختلفة بشكل كبير ولازم التركيز يكون عالي جدا